اشتركوا في القناة في الشواطئ وفي أماكن ترفيهية ولكن فعلا في مخاطر محيطة فيها رح نتحدث عن هذا الموضوع وكيف ممكن نتفاديها بكل تأكيد أفع يمكن تفاديها كيف ما أنت حكيت وإحنا كتير تناولنا هذا الموضوع يعني من بداية تواجدنا في القناة لغاية الآن ورح نستمر لأنه هذا أكتر من مهم وعدة مرات خلال هذا العام صباح الخير حكيت نويسر قعوار أهلا وسهلا فيك مختصة بموضوع أمانيين الأولاد عن بتيرم وأحمد زعبي صباح الخير الطبيب الميداني أهلا وسهلا فيك صباح الخير طيب كتي دايما إحنا مننوه ومنحكي لكن بتوجب علينا كيف ما ذكرنا من شوية صغيرة عشان نوصل لأهالي ولكل المجتمع العربي أنه كيفية توخي الحذر وتفادي كل المخاطر بالذات بخصوص الأطفال رح نذكر نسمع منك على أكثر الحوادث اللي بتحدث داخل بيوتنا وإحنا على أعتاب الشبه صيف أو الشبه ربيع اللي إحنا عايشين فيه وشهر رمضان كمان وشهر رمضان بكل تأكيد طبعا يعني في عنا هناك عدة أمور اللي يجب أنه إحنا كمان يعني نلفت نظر الأهالي وكل من يعني يعني مقربة أو حاضن لطفل أنه هناك العديد يعني إحنا تذكرت في بداية الموضوع عن آفة يعني حوادث البيتية اللي بتصير عند الأطفال ومع أنه المفروض أنه يكون البيت هو أكثر أمان هو الحضن الدافي لهذا الطفل لأنه هناك مملكته الخاصة فيه اللي هي فيه غرفته بيته مطبخه في كل إشي طبعا هناك في ركن من أركان البيت هو المفروض يكون آمن ولكن للأسف حسب المعطيات نحنا نرى أنه هناك أنه يعني هي بتكون مصيضة إلى الأطفال من الإصابات المتنوعة اللي قد تكون حروق قد تكون اغتناق قد تكون غرق حتى في داخل البيوت ولي طبعا نسبة هاي النتائج اللي هي بتكون عالية جدا وخاصة الأطفال اللي هني ما بين جيل ولادة لجيل أربع سنين اللي هني طبعا بتعرضوا لهذه المخاطر في داخل البيت وساحة البيت اللي هي المفروضة أنها تكون تحت رقابة وطبعا هناك حضانة الأهل بشكل خاص بالإضافة احنا طبعا هناك من نحكي عن فصل الربيع مثل ما ذكرنا وكان فيه إلنا كمان منشور اللي قداش فيه عندنا المعطيات بفصل الربيع فيه عندنا مع العطلة اللي هي عطلة الأولاد في المدارس إنه قداش فيه عندنا ارتفاع بنسبة الإصابات ولكن هناك يختلف مثلا الأعمار اللي متحدث عليها اللي هي قد تكون مجيل الأكبر أو عشوي أو عشوي ولكن هو مش كمان إنسان اللي هو ناضج تماما ولكن حنا نحكي عن الأطفال اللي هني تقريبا ما بين 9 سنوات ل 12 سن اللي هني ممكن يكونوا في هاي المخاطر من الإصابات اللي هي تكون على الدرجات بالإضافة لفصل الصيف ونسيان الأطفال أو ترك الأطفال في داخل المركبات اللي هي سرنا يعني هناك فيه عندنا رصد للوفيات اللي هي صار فيه عندنا ثلاث أطفال طفلين اللي هني من المجتمع العربي وأيضا حالات الغرق اللي احنا بعدنا مش مقملين على الصيف اللي صار فيه عندنا كمان حالات غرق مؤسف جدا وهذا يعود يمكن شوي لأنه عم منغمض عينينا عن كل موضوع التحذيرات وموضوع الوعي رح نحكي كاتي عن هيك أمور عينية بوتيرة شوي سريعة حتى نوفي مقلتكم لكل المشاهدين أحمد عن جديد يسعد صباحك كمان من حضرتك بدنا نسمع من تواجدكم في الميدان يعني أكثر أو هيك نسب مرتفعة من الحوادث اللي هي أكثر شائعة بتشوفوها بهاي الفترة اللي احنا مقبلين عليها شو بتكون طبعا إحنا بنحكي عن حالات اللي زي ما حكت طبعا كاتي يعني أنا بضيف على اللي حكتو إنه الإصابات اليوم صارت متنوعة يعني كنا زمان يعني نختص لكل لكل فترة أو لكل فصل أو لكل مناسبة يعني كنا نحكي عن موضوع المخيمات ونحدد الإصابات اليوم يعني للأسف وصلنا شوي لوضع اللي صار في عنا الإصابات متنوعة يعني اليوم إحنا بنحكي عن حالات اللي هي في صرفيها نسيان أطفال في السيارات وبالمقابل إحنا بنحكي كمان عن حالات غرق يعني بنفس الفترة كان في عنا اللي هي عدة معلومة اللي وصلت عن حالات اللي هي مختلفة فعشان هيك اليوم إحنا ما منقدر اليوم نحدد شو نوع الإصابة اللي ممكن تكون طبعا معروف في شغلات اللي هي طبعا بتكون معروفة بشكل عام زي إحنا إحنا مواجهين على الربيع في عنا إصابات الحساسية أو إصابات اللي ممكن تصير يدغ الأستما الحالات اللي هي المرضية اللي ممكن إنها تكون شائعة ولكن اليوم إحنا إذا بنا نيجي ونتخصص في موضوع واحد ما بيزبط معنا اليوم المفروض إن إحنا نأخذ حذرنا في جميع الإصابات في جميع الحالات والمفروض إنه نشتغل أكتر اليوم على الأمن والأمان والوقاية لأنه صار في عنا شوية تقصير بعرفش ليش هو الناس التهت هو الناس انشغلت هو الناس ملتهية بمشاكل أو أمور تانية ولكن إحنا اليوم المفروض إنه نأخذ خطوة جديدة بموضوع الأمن والأمان اللي نحافظ على الموضوع بشكل أكبر نعم بكل تأكيد رح نقدم أيضا للمشاهدين نصائح رح نسمع منك كيفية توخي الحذر من عدة حوادث مختلفة فيه منبدأ بحوادث الغرق تحليداً؟ يعني بداية إذا أنا بدي أجي أنه أنا يعني ألخص الموضوع كيف ممكن إحنا نقدر إنه نتوقع أو نقدر إنه نخفف من حدة الإصابات اللي قد يتعرض إلى الأطفال بشتى طبعاً أنحاء إحنا بنحكي هنا عن المراقب الفعالي ولما فيه مراقب فعالي وفيه كمان بالإضافة إنه هناك الأهل كتير يهتموا في البيئة الآمنة اللي موجود فيها الأطفال ومش بس الأطفال اللي هي موجود قد تكون هناك فيه من ضمن العائلة ولكن ممكن يكون أي ضيف اللي هو كمان فيه معاه كمان هو كمان لضيوف اللي ممكن يكونوا هناك كمان فيه أطفال فهني ما بعرفوا الهندسة تبعت بيتنا فممكن يكونوا فيه هناك كتير مخاطر اللي هي قد تكون كمان تأذي الأطفال هدول بداية لما أنا باجي بحكي عن الغرق يعني ونحن نحكي لو سمحتكي تنبلش بموضوع الغرق الغرق لا لا طبعاً في البرك البيتية حتى مش بس أكيد اللي ممكن يكون يعني بعلو جداً بسيط يعني بدلو مي وكتير منسمع عن حالات غرق اللي هي كانت لأطفال اللي هن دون السنة السنة ونصف من العام يعني وهذا بدل أنه عنده الطفل عدة محافظات يعني هناك فيه عدة محافظات اللي هي بتصل لحالة الغرق مثل حب الاستطلاع عند الطفل فعملياً هو مجرد أنه شايف دلو لونه أبيض لونه أحمر حتى الألوان هي يعني ممكن تجذب الطفل ممكن هي تكون وحدة من العوامل اللي بتأثر على إصابات الأطفال دون مراقبة لهذا الطفل أثناء وجوده مع دلو مي هي هون ممكن تحدث الكارثة لأنه مجرد أنه يكون فيه عندنا هناك غمر الأنف والفم تحت سائل أي سائل إن كان قد يكون ممكن يكون لبن ممكن يكون بندورة أي سائل إن كان ممكن أنه هو يعمل مزبوطي يعمل هناك تشويش على عملية التنفس وهذا الإشي طبعاً بصدر إنه يكون فيه عندنا هون إحنا منسمي كمان الغرق هو الموت الصامت لأنه ما فيه عندنا ردة فعل لا لا ممكن يكون بقدر يستصرخ ولا بقدرش يصرخ هو عاجز وإذا ما فيه هناك المراقبة الفعالي اللي هي في العينين مباشرة فأنا ما بقدر إنه أنا آجي وقدر أنقذ الطفل هذا فعملياً حوض الحمام هو كمان ممكن يكون إمكانية الغرق للأطفال كتير من الأهالي اللي بيتركم ممكن يكون أولاد تنين الطأسي كتير حار ولكن واحد من الأولاد ممكن يغفى في الماء ويصير طبعاً هناك عملية الغرق بدون انتباع بما يسمى الطواشات اللي منستعملهن طواشات هي طواشات هي ممكن تكون أداة لتساعد الطفل إنه هو يكون في داخل بركة سباحة أو في البرك اليوم إحنا اليوم كمان منشوف كتير بركة إصطناعية اللي هي موجودة في ساحات البيوت اللي قد تكون مثل بركة سباحة اللي هي العمومية وهذا طبعاً بيؤدي إنه يكون في هناك الطفل في وضع خطر بيئة خطيرة والطواشات هي مش وسيلة اللي هي تكون بديل لمراقبتنا إحنا لأنه كمان قد يكون إنه الطواشات هناك اللي هي ما تكون آمنة أو الطفل ما بعرف إنه هو كيف يتعامل كيف ردة فعل وتكون في إثناء السباحة أو ممكن ولد تاني يسحبها كمان مجبنمي صح فممكن يكون أي خلل في الطواشات ولكن هي مش بديل للأهل بالإضافة كمان إحنا اليوم كتير عم منشاهد على قضية النسيان للأطفال إنه إحنا بنفس السياق الموضوع إنه في كتير أهل ممكن يقولوا إنه إحنا نبدأ أحط تحذير أو ما ممكن يكون إنه تنبيه لإلي عن طريق التليفون الخليوي أو ممكن يكون عن طريق أي وسيلة تاني اللي هي كيف أنا بقتريش ما أنساش الطفل ولكن هي مش بديل لأنه أنا كمان أكون مقتنع إنه يجب أنه أنا فحص السيارة قبل ما أنا طبعا أتوجه لأي مكان أو أغلق السيارة هذه الوسائل الوقائية في هذا الموضوع عمليا يعني حتى إحنا اليوم نشوف إنه إحنا كمان عملية الذاكرة تبعتنا لما إحنا صرنا أكتر نعتمد على الهاتف الخليوي بطلنا نحفظ أرقام صار فيه عندنا نوع من الكسل في كيفية إنه إحنا تنشيط الذاكرة فنفس الشيء أنا اليوم عم بطرق لهذا الموضوع وبشبهه إنه الأهل اليوم كتير عم بحاول إنه يعتمدوا على الطرق التكنولوجية وقد تكون هي كمان فخلة إلنا اللي هي ممكن يكون فيها كمان خلال زي المجثات اللي ممكن تكون في السيارة اللي هين عملت عشان إنه ما نصطدم بسيارة تاني أو نضرب السيارة في صور ولكن هي مش عشان تنبين إنه في طفل من خلف السيارة وكان في عندي كمان تجربة عليها بهذا السياق إنه هل إذا أنا ركبت الكاميرات أو كيفية كان في عندي مجلسات في داخل المركبة هل هي عن جد تتعطيني إنه هناك صورة حققية مين فيه وراء خلف السيارة وأنا ممكن إنه هناك أتوقع قضية الدهس للوراء ولكن للأسف في مسافة معينة سيحية ما رح نتوسع في هذا الموضوع كمان شوية صغيرة لكن ننتقل النصائح يعني أحمد حكي أنا وحضرتك بالماضي فكرت موضوع ممكن الغرق في البيت في دلو ومي في الحمام حتى نرجع الدقائق الذهبية ونرجع يعني هذا ماشي بغني عن الرقابة الفعالية ولكن نقدم للمشاهدين نصائحك المهنية يعني أنا ممكن أكون كمان يعني أكتر أضيف لكاتي إنه كمان ممكن الواحد يغرق بكباية مي مش بسط المي يعني هي عملية الغرق هي مجرد دخول الماء إلى مجرى الهواء هي عمليا الغرق يعني ممكن الواحد يشرب مي ويغرق نفس التأثير يشرق المي مجرد أنه يشرق مش يشرب فعمليا هي صارت عملية الغرق الأنف ضروري يكون بهذه العملية صح؟ يعني عمليا يعني ما خصش الأنف والفم هني نفس مجرى الهواء في نهاية المطاف يعني أنت تشرب مي وتشرق المي مش تشربها بالقاف تشرق المي المي بتفوت على مجرى الهواء على المحل بصير في عنا مي داخل الريات وببطل في عنا عملياً بتوقف عملية التنفس عشان هيك إحنا في عنا نوعين من الغرق في الغرق الناشف والغرق المبلول طبعاً تختلف هي نوعية المياه إذا كانت مالحة ممكن إنها تعمل لارينجو سبازم اللي هي تشنج بالأوتار الصوتية والمي الحلوي هي عادةً بتفوت المي على الريات وبتسكر يعني في نهاية المطاف التنتين بتأدي لحالة اختناق وموت طبعاً هون طبعاً تدخل سريع لـ ABC اللي هي عملية الإنعاش اللي إحنا بنحكيها بشكل دائم اليوم صار في عنا كمان كتير تسهيلات في عملية الإنعاش إنه اليوم إحنا كمان بنقدر نستغني شوي عن عملية التنفس الإصطناعي لإنه اليوم التنفس الإصطناعي منعوه إنه نعطيه عن طريقة نقل وعملياً تدليك القلب تدليك القلب عملياً هون بضرب عصفرين بحجر إنه أنا لما بعمل تدليك للقلب أنا بشغل القلب وبالمقابل كمان أنا بضغط على الريات يعني الصدر بصير يطلع وينزل وبصير في عندي هون عملية تبادل النفس وتبادل الغازات وهيك إحنا بنقدر نحافظ إنه إحنا إن ضلنا مسيطرين إنه القلب يضل شغال بشكل يعني ميكانيكي خلينا نسميه فعال عبين ما تصل للقوات الأكثر يعني معاها صلاحية أكثر وتخصص أكثر اللي ممكن إنه يكمله عملية الإنعاش المتقدمة في كثير حالات غرق اللي صارت ونجحت يعني عملية الإنعاش عادة في عمليات الغرق إذا بكون في تدخل سريع في منحكي على نسبة جدا عالية اللي هي بصير فيها نجاح في عملية الإنعاش فإذا اليوم أنا بدي أجي وأعطي نصيحة يعني خلينا نسميها نصيحة بالنسبة لهذه يكون في رقابة عندنا 24 ساعة وزي ما تفضلت دوريد بالنسبة للطوشات الطوشات هي صح وسيلة ولكن وسيلة اللي أنا يريحني شوي أكثر الولد إنه بدل ما أضلني حامله بيضل حدي ولكن ممنوع أنا ألتفت نظرة يعني هاي زيحة الوجهة إن أنا ممكن أحكي مع واحد وابني وراي عم بغرق وأنا مش حاسس لأنها كل هالشغلة طبعا هي خلال ثواني ممكن إنها تصير ويشرق المي وهاي هي الحالات عمليا اللي بتصير في معلومة أنا كمان بحب أعطيها للمشاهدين نسبة الحالات اللي بصير فيها غرق للناس اللي بتعرف تسبح أكثر من اللي بتعرفش تسبح هي بتفسروها أخيرا هاي الشغلة طبعا اللي هي ممكن إنها تكون غريبة شوي اللي بعرفش يسبح بيضل خايف بيضل حيادي بيضل من الحفة للحفة بخاف إنه يفوت اللي بعرف يسبح بكون في عنده تقة بالنفس أكثر من اللازم والمي معروف إنها بتغدر بالذات في منطقة طبرية صحيح وأغلب الحالات اللي بنسمع فيها حالات الغرق الأكثر في البلاد أغلبها عفوا أحمد أغلبها بتصير من تحت رأس الحوامات أو الدوامات ممكن الحوامات ممكن الدوامات ممكن نوعية المياه كمان اللي فيها تلوث أكثر من اللازم وممكن كمان نوعية الأرض هناك مين الأدخل الحلوة أم المالحة؟ إيش كوزن مياه نفس طبعا الحلوة بتنزلك أكثر لأنه المالحة هي عمليا معروف إنها هي بترفعك لفوق يعني بالبحر الميت أنت المي بتنزلك فعمليا الغرق لما بصير الناس هذولة اللي بكونوا يعرفوا يسبحوا فبكون في عنده انتقة بالنفس أكثر من اللازم فممكن إنهن يسحبوا ويفوتوا لجوا بشكل أكثر وهناك ممكن إنها تصير تمسك إجره أو ممكن إنه تمسك إيده أو ممكن إنه يعمل حركة غلط لأنه طبعا السباحة الصحيحة هو الواحد إنه يحط راسه في قلب الماء يتنفس في قلب الماء إنه يطلع الهوى بالماء ولما برفع راسه لفوق يأخذ الهوى من بره ويطلعوا بالماء فعملية الخروج هاي إنه يأخذ الماء ممكن ما يكونش حاسبها صح أو ممكن إنه يكون في حدا حده بسبح اللي يرشق فهاي عملية التنفس اللي هي خارج الماء ممكن إنها كمان تدخل المياه لجوا فعشان هيك الحذر ثم الحذر ثم الحذر يعني اللي بعرفوا يسبحوا واللي بعرفوش يسبحوا صح ممكن إنه يصير في عندهم حالات الغرق نعم سؤال أخير بالنسبة للغرق قبل ما ننتقل لها عند كيتي على مستوى شخصي لأشخاص بالغين صابهم عملية الغرق الجاف كيف ما تفضلت على مستوى شخصي كيف بقدر يتصرف ينقذ نفسه إذا ما كانش في حدا حواليه إذا يعني عمليا نصيحة أنا يعني ممكن إنه أعطي النصيحة أنا يعني بالمناسبة أنا كمان طبيب ميداني وكمان منقذ صحيح يعني بالمناسبة العملية الصحيحة أول إش إنه يرخي جسمه لما برخي الجسم وزن الجسم بخف لما بشد على حاله بصير يشد كتير كتير المي بشكل مباشر بتسحبه لتحد إذا حس الواحد إنه تعب وحس حاله بده يغرق يرخي يعني كم يقدر إنه يرخي جسمه ويحرك إديه بحركة اللي هي زي سباحة الضفضع اللي منسميها اللي سباحة الصدر أو سباحة الضفضع ولكن بشكل عكسي يعني بدل ما تكون الإش هيك حركة اللي هي لك الدام بس مجرد إنه يعمل هاي الحركة اللي هي جدفات هيك لفوق يخلي راسه موجود لبرة يرخي جسمه ممكن إنه يعمل حركة الإجر بشكل زي بسوكليت اللي يضل فيه بس حركة ويرخي قديش بقدر يرخي الجسم الجسم لما بكون مرخي وبكون في حركة خفيفة زي هاي الحركة أو حركة البسوكليت الراس بيضل موجود برة وبحس حاله بده ينزل بيعمل حركة شوي أسرع بيعاود بطلع الراس وممكن هيك الناس تلاحظ عليه ممكن يرفع عيده أو ممكن يصيح أو ينادي فبلاقي ميت واحد إنه يساعده مش بس هو كمان ممكن يساعد حاله كمان ممكن يساعد المنقذ اللي جاي يأخذه المنقذ يعني بتصير معنا حالات بالإنقاذ نفسها لما منيجي منحاول إنه نطلع واحد فما بصدق على الله وإنته بشوفنا بحاول إنه يمسك فينا فطبعا إحنا شو منعمل؟ منعمل حركة عكسية مننزل تحت الماء بحس حاله بده يفوت معنا بتركنا ومنيجي من الناحى الثانية دايما إحنا عادة منيجي من ورا عشان ما يكونش في عنده مجال إنه يمسكنا بإيديه فعشان هيك أنا يعني بطلب من كل الناس اللي بشعروا إنه بده يحس حاله إنه تعب أو بده يغرق بس مجرد عملية الارتخاء بساعد حاله وبيريح حاله وبكون في معا مدى وقت أطول عبن ما ييجي المنقذ وبكون طبعا راحة للمنقذ إنه يسحبوا لبضع على أكثر من مهمة يعطيكو ألف حافي هذا العمل المقدس اللي كمان فيه خطورة إن شاء الله دايماً نيكا كمان انتو بتكونوا بأمان وسلامي كاتي قبل الختام لأنه كمان نسمع من أحمد تعليقه إيش حب تضيفي على موضوع ترك أو نسيان الأطفال في المركبات مع الأسف بالسنوات الأخيرة بعدني ما سمعتش عن أي شخص مهني اللي عارف يفسر هاي القضية أو الظاهرة ولكن نسمع منكو بتيرم يعني كمان نصائح كمان تعليق على هذا الموضوع يعني هي حسب طبعاً الإشياء اللي هي عم بنبحث فيها في هذا الموضوع أو كل الأمور اللي هي عم تشير إنه كيف يعني ممكن أنا أنسى ابني وأنا يعني ذكرت إنه نسيان أو ترك يعني هون فيه عنا هنا شغلتين اللي هنه مختلفات تماماً ترك الطفل في داخل المركبة هو يعني إنه أنا بقصد أنا بدي أقصد الدكاني أو بدي أروح أعمل فحص دام وتركي ابني أو بنتي في داخل المركبة بأثناء إنه أنا وجودي إنه أنا أقضي هاي الشغل وأرجع أما نسيان الأطفال نحن عم نشاهد كاتي الفيديو قصير نعم اللي أصدرتك يعني عم بدخل هذا الشخص بيتزا أو طبق معين عجيني على السيارة وبعد مرور نصف ساعة بدنا نشوف شو بيثير في هذا الطبق أو بهذا العجين إيش حال شو بدوا يصير به الأطفال نعم واحدة من الأمور الثانية اللي إحنا منحكي هون عن الأطفال اللي هي نسيان الأطفال يعني طبعا وهذا إحنا منيجي نتطرق للموضوع كيف أب ممكن أو أم إنه ينسوا طفل وما بينسوا الياتف الخليوي أو ممكن الجزدان أو أي شي اللي هو طبعا معتادين إنه هني يرافقهم مدى النهار وهي واحدة من الأمور اللي إحنا منشوفها إنه قد يكون ممكن التوتر عند الأم أو الأبو ممكن يكون الضغطات الحياة اليومية أو العمل أو ساعة الدوام إنه أنا تأخرت على دوامي أنا بدي ألحق هون فهذا ممكن كمان يسبب لنسيان الأطفال ممكن يكون سبب آخر إنه أنا كل الوقت إنه عم بحكي في التليفون الخليوي وكأني انسيت من متواجد معي لإنه الهدوء اللي موجود في داخل المركبة أو الطفل إنه نام فهذا بيعمل عملية النسيان إنه أنا لتهيت في التليفون وقعد أحكي بحديث ممكن يكون هل قدي مهم هل قدي ممكن عم بيطلعني من الحياة الروتينية والتركيز وهذا كمان يكون سبب بالإضافة ممكن يكون إنه هناك في عندي كسر روتين معين أنا مش معتاد إنه أنا أوصل إبني على الروضة وإنما الأم أو الأب يعني واحد من التنين صار في تشويش في هذا النهار اللي ممكن يكون تغير مين اللي بدي يوصل الولد فممكن إذا كان المعتاد الأبو فوصلت الأم وهون ممكن يكون إنه هي متعودة إنها تروحها شغلها مش معاها الطفل فهذا ممكن كمان قد إنه يشويش الروتيني الحياة اللي متعودين عليه فعمليا الأمور عديدة وكثيرة ولكن هذا ما بعض الشرعية لا للأم ولا الأبو ولا الحاضن من هو معتاد أو من هو المسؤول إسا يود الطفل على الحضاني أو لأي مكان معين نعم بكل تأكيد السقوط في البيوت أو خارجها الحروق اللدغ قناديل البحر عالم كتير واسع من المخاطر اللي احنا عايشين فيه كل هذا رح نجيله في الفقرة التانية إن شاء الله مستقبلا من نصق سوان اسمع من أحمد طبعا بكل تأكيد تعليق على اللي تفضلت فيه كيتي بقضية نسيان الأطفال داخل السيارات بحب هيك أضيف شغلة اللي هي اليوم إذا إحنا بنجي بنعمل يعني الإحصائية الأخيرة اللي عملت يعني هي أغلب الأطفال اللي بنسوهن هن بأعمار اللي هي صغيرة طبعا اللي هي من صفر لسنتين أو لحد ثلاث سنين إحنا بنحكي على أطفال اللي هن موجودين على الكرسي يعني أغلب الحالات اللي بنسوها يعني كليل ما سمعنا إنه منسي ولد اللي هو كبير بالعمر اللي مش قاعد على الكرسي ومربوط فاليوم هاي المشكلة كمان إنه اليوم ولد اللي عمره سنتين بتخيل أنا إذا بنتسب السيارة ممكن إنه إذا بحس إنه انتسب السيارة ممكن إنه ينزل من السيارة ولكن شو المشكلة اللي بتصير عنا إنه الولد بيكون موجود في الكرسي ومربوط وما بيقدر طبعا يفك حاله وإش طبيعي إنه ما يفك حاله عشان ما يفكهاش والواحد وهو سايك لأنه بصير في عنا مشكلة تانية فاليوم ممكن إنه اليوم إنه نحط الكرسي من قدام يعني يعني اليوم أنا ما بقدر أفوت على عقول الناس وأشوف بيش ملتهيين وشو نسبة التركيز اللي موجودة عندهن ولكن زي ما تفضلت كيتي إنه فيه أمور اللي الواحد مرات ممكن إنها تصير يعني غصبا عنه يعني حتى اليوم نيجم نقول لا يغيروا حذر عن قدر ولكن الدعاءة ينفع يعني كديش أنت ممكن تكون حذر ولكن فيه أمور اللي ممكن إنها تصير غصبا عنك بس إحنا اليوم منحكي عن الوقاي يعني درهم وقاي خير من قنطار علاج إنه اليوم إحنا نلاقي لنفسنا حلول بس المشكلة تبعتنا إنه إحنا اليوم مش قاعدين منفكر بالموضوع بالعكس إحنا اليوم قاعدين منوجه اتهامات للناس إحنا اليوم قاعدين منقول كيف تنهين هذول بنسوء وإحنا نفسنا مش عاملين حساب إنه ممكن إحنا تصير معنا نفس الظروف اللي صارت معهن عشان هيك اليوم الإنسان هو بالفراغ بيقدر يفكر وبيقدر يعطي نتائج أحسن من ما ينحط في الموقف نفسه فعشان هيك اليوم ممكن أنا أبدأ من نفسي لما أنا اليوم بسمع عن هاي الحالات شو الخطة اللي أنا ممكن أعمالها لنفسي عشان أنا منساش إنه اليوم أنا أعمل برنامج لحالي إنه أحط الكرسي قدام مش أحط الكرسي وراء ممكن عشان يكون الإشي قبالي ممكن أحط مرأة أكبر بالسيارة اللي أنا أشوف فيها لولاد زي ما كانوا زمان يعملوا زمان كانوا يعملوا مرايتين يعني حتى الولد لما كانوا يحطوه بشكل عكسي بالسيارة عشان الأم أو الأبو يضل شايفه تتواصل بصريا معه اللي بتعكس على المرأة الورانية والمرأة الورانية بتعكس على الإشي ممكن أنا اليوم أتى أحط كبسة بالسيارة عشان أنا أقدر أطف السيارة ممكن أحط هاي الكبسة مثلاً من وراء أو ممكن اليوم يعني أي أمور اللي أنا ممكن أخطرعها لنفسي إن أنا أعمل خطط يعني كثير سمعنا عن شغلات اللي هي ممكن إنها التنبيهات والاستعشعارات اللي انت حكيت عنها ولكن بعده ما فيش إشي يعني ملموس اللي اليوم ممكن إنه الناس تسوقوا اللي الناس إنها تعطيه كخلص كشغلة اللي هي كحل يعني اللي بلزم الجميع يستعمله وما يكون فيه عندنا نسيان فعشان هيك اليوم البني آدم لازم يبدأ من نفسه ويعمل خطة لنفسه ويعطي يعني لحاله الحذر هذا والأمان عشان ما ينساش ويحتمد يعني متأسفي جداً ولكن لازم تدقى أكيد كتير الاعتماد على النفس يعني مش على الطرق التكنولوجية وإحنا عم نحكي إنه نجي نلاقي البدائل ومهم جداً لما إحنا منحكي عن الطفل يعني بالسلم أولوياتي أنا كنت بتوجه للأهل إنه يكون فيه حديث بين الأب أو بين الأم أو بين الطفل مش بالهاتف الخليوي يعني هاي واحدة من الأمور لما إحنا منيجي بنحكي عن الجيل الصغير لأنه الطفل بنام لما هو فيش حدا يشاركه في داخل السيارة أو يحكي معاه أو يحط غنان للأطفال يعمل أي طريقة لكيف أنه يكون فيه هناك مودي وحوار بين الأب وبين الأب وبين الطفل أو بين الأم وبين الطفل هذا وقت كولاتي تايم كيف أن بسموها إضافة الممكن واحد يعملوا مع أطفاله أو أبناء عائلته مش خلاص عنهم وخلنا نوصلوا هدوي أكيد كيثيرا نشكر حضورك أهلا وسهلا فيك شكراً لك أهلا وسهلا فيك شكراً لك أهلا وسهلا فيك شكراً لك نلتقي المرة الجاي شكراً لك